طب اختيار السؤال يتبادر طب هم تسعة واحد من عشرة دول انت اخترتوهم على اي اساس لان احنا عشان بردو نبقى عارفين الرقم عدد بطاقات التموين اللي موجودة تلاتة وعشرين مليون بطاقة طب احنا حنديش معنى لتسعة واحد من عشرة مليون فقط منهم دول تم اختيارهم الحياة بناء على معايير واضحة اشتغلنا عليها الحياة الدولة الحكومة وزارة التضامن وزارة التموين وزارة المالية ومعنا هيئة الرقابة الادارية على تحديد من هم الاكثر احتياجا في ضمن الناس اللي بتاخد التموين فتوافقنا على عدد من المعايير الناس طبعا اللي يعني بتاخد تكافل وكرامة اللي بياخدوا معاش ضمان اجتماعي اللي دخولهم اقل يعني على الحد الادنى من الدخل اللي الدولة محددة اللي طبعا عدد من الارامل والمطلقات والكبار السن يعني الحقيقة حطينا كريتيريا كاملة او معايير كاملة وقاعدة بيانات كاملة الحقيقة عكفت كل مؤسسات الدولة مع هيئة الرقابة الادارية على ان احنا نبني قاعدة البيانات دي على مدار الفترة اللي فاتت فبقى عندنا النهاردة بالفعل بالفعل يعني نقدر نقول الكمال اللي هو واحده ولكن عندنا قاعدة بيانات دقيقة جدا مكنتنا ان احنا نختار تسعة واحد من عشرة مليون اسرة دول اللي احنا حنوجه لهم هذا الدعم الاستثنائي لمدة الستة اشهر لكن انا عايز اقول حاجة مهمة جدا ان من التسعة واحد من عشرة مليون اسرة دول في منهم حوالي ستمية اكتر من ستمية وعشين الف اسرة ما عندهمش اصلا بطاقات تموين لكن من معلش قاعدة بيانات الفقر اللي موجودة عندنا او محدود الدخل حصرنا ان فيه ستمية وعشين الف اسرة ما عندهمش بطاقات تموين ولكن يستحقوا ان هم ياخدوا هذا التدخل الاستثنائي فتوافقنا ان ده حيتصرف لهم من خلال بطاقات المعاشات او بطاقة ميزة بحيث يبقى المبلغ حيتحطلهم على البطاقات بتاعتهم ويقدروا يستفيدوا من هذا المبلغ طوال مدة الستة اشهر اللي احنا بنعتبرهم فترة استثنائية فاحنا الحقيقة الجزء ده كان برضو جزء مهم جدا ان احنا ان شاء الله حنبدأ في تطبيقه فورا تسعة واحد من عشرة مليون اسرة عشان حرككم تبقوا عارفين دول ستة وتلاتين ونص مليون مواطن مصري يعني بنقدم غير موضوع تكافل وكرامة لأكتر من ستة وتلاتين ونص مليون مواطن هذا الدعم الاستثنائي في طوال الفترة القادمة لمدة ستة اشهر فده طبعا تدخل كان مهم جدا ان احنا نعمله عشان يستفيد بيه برضو المواطنين في هذه المرحلة الصعبة اللي العالم كله بيواجهها اشتركوا في القناة